اشتركوا في القناة والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين كما بارك جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بدء أعمال الإنشاء في مقر التسهيلات البحرية البريطانية في مملكة البحرين مؤكدا جلالته بأن تجشين هذه الأعمال ينطلق من العلاقات التاريخية الوثيقة التي تمتد إلى أكثر من مائتي عام اتسمت بالاحترام والتنسيق والتشاور المشترك لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين كما إنها تؤكد التزام المملكة المتحدة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا جلالته الحرص على فتح أفاق أوسع للتعاون الثنائي انطلاقا من عمق العلاقات التي تجمع المملكتين كما أكد جلالته على دعم مملكة البحرين لكل الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة مشيدا صاحب الجلالة في هذا الجانب بالدور الذي تطلع به المملكة المتحدة الصديقة وإسهاماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي كما بحث العاهل المفدة مع وزير الخارجية البريطانية القضايا والموضوعات المطروحة على منتدى حوار المنامة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات ومستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وما يدور من أحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين تجاهها وقد أعرب معالي الوزير فيليب هاموند عن خالص شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المفدة لما يبديه جلالته من حرص واهتمام على تعزيز وتنمية علاقات البلدين الصديقين منوها باستضافة مملكة البحرين لمنتدى حوار المنامة الذي يسهم في تعزيز مكانة البحرين ودورها على المستويين الإقليمي والدولي كما أشهد بدور البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة وما تبديه من تنسيق وتعاون بناء ومثمر تجاه قضايا الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة